الفرقة كان اسمها الفور ام طبعا على اعتبار انه كل اساميكو بدأ بحرف الميم وحيك قلت دلوقتي اني اخوكي العزيز كان في فرقة اخرى وكان يعني من الغريب هنا بقى انه الفرقة الاخرى هي كانت البلاك ووتس البلاك ووتس وبعدين البتيشا وبعدين البتيشا اللي انا مستغرباها جدا في هذا لانه يمكن الحال احيانا بيختلف جدا في مصر ما بين السنوات يعني في هذه الفترة صاحب هذه الفرقة كان ابن الاديب الكبير التوفيق الحكيم صحيح يعني والدك عسكري اصلا توفيق الحكيم اديب كبير ومع كده ان الاثنين شجعوا لدهم انهم يعني يتازوا هذا المجال الفني يعني انا متهيق لي انه انه اي حد مؤمن بانه يوصل معلومة بشكل فيه صدق لازم يكون بيوصلها عن طريق القوى النعمة اي نوع قوى النعمة كتابة غنى فن اي يعني قوى النعمة اسهل طريقة انك توصل بيها المعلومة الواحد حقيقي صادق فيها وهما متهيلي اي حد صادق في مشاعره هتلاقيه بيلجأ للنوع ده من الفن من غير حتى ما يقصد يعني والتكوين الاخير لعزة كان الفرقة اللي هو بقى كوينها اللي هي دي كاتس اللي هو منها حول دي كاتس دي اللي هما كانوا بيشتغلوا معانا بقى واحنا فور ام فكان كله شرقي وكنا لو تفتكري حقيقي كنا بدئين باغاني قديمة ما كاننش اغانينا احنا كانت اغاني قديمة وبيوزعوها بشكل مختلف اشتركوا في القناة